المترجم للقناة واضع النظرية النسبية ودانشتاين أحباء الأطفال في ألمانيا عام 1879 ميلادية حيث كان والده يعمل في بيع الريش المستخدم في صناعة الوسائل بينما كانت أمه تعمل في ورشة صغيرة لتصنيع الأدوات الكهربائية كان في صغره يعاني من مشكلة التأخر في النطق ولكنه أبتى شغفا كبيرا بالطبيعة وإدراك المفاهم الرياضية الصعبة كما كان يا أصدقائي مولعا يتعلم الموسيقى حيث كان يعزف على آلة الكمان وعندما كبر أنشتاين كان يقوم بالكثير من التجارب لتطوير أفكاره ونظرياته ومحاولة فهم قوانين الكون وبعمل التجارب العلمية المختلفة من أعظم إنجازات أينشتاين يا أحباء الصغار اكتشافه لموجات الجاذبية التي لا يمكن رؤيتها بالإضافة إلى حصوله على جائزة نوبل للفيزياء عام 1921 ميلادية وهو صاحب المقولة الشهيرة الخيال أهم من المعرفة